بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع هذه تتمة لتاريخ الأمم وقد وقفنا عند سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما يتعلق بفتنة العربي وجزيرة العربي وصارت تموج موج البحر وما حصل من ارتداد أكثر العرب لم يبقى ممن ثبتهم الله إلا جماعة يسيرة من قريش وثقيف وجماعة من عبد القيس أو غيرهم من القبائل التي كانت تسكن في شرق الجزيرة العربية في نواحي الأحساء ودعوني أبدأ بهم ما دمت وأنني تكلمت عنه كان هناك جماعة ممن كانوا يسكنون في نواحي الأحساء في مكان يسمى اليوم بالكلابية وأهل الأحساء ينطقونه بالكلابية هؤلاء أهل الكلابية أو الكلابية عندهم مسجد بني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مسجد جواثة ما زال هذا المسجد موجودا إلى يومنا هذا في طرف الأحساء وقد زرته ووثقت تاريخ المسجد أرسل أهل جواثة إلى أبي بكر رضي الله عنه رسالة يستغيثون به بمن ارتد من القبائل المجاورة لهم وصاروا يشكلون تهديدا لهم فقالوا ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين فهل لهم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس للناظرين توكلنا على الله إن وجدنا الصبر للمتوكلين فأرسل أبو بكر جيشا بقيادة العلاء بن الحضرم رضي الله عنهما فوصل الكلابية وإذا بالقبائل التي كانت قد حاصرتهم فرت إلى نواحي القطيف والقطيف اسم مكان مشهور عند العرب قديم فانتقل العلاء يتتبع المرتدين من الأحساء إلى القطيف وكلها مناطق مشهورة في شرق الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية إلى اليوم لما وصل جيش العلاء بن الحضرم يتتبع المرتدين في القطيف ونحن الآن على الخليج العربي وإذا بهم يفرون إلى مكان كأنه جزيرة أو هو جزيرة اسمها دارين ودارين اسم مدينة معروفة إلى اليوم لكن اليوم مع اتساع العمران قامت الحكومة السعودية بردم البحر أو بدفن البحر فصارت دارين والقطيف جزءا واحدا بينهم تقريبا ثلاثة واربع كيلوات تقريبا لكن قديما في أيام العلاء بن الحضرم كان بينهما بحر ففر هؤلاء المرتدون من القطيف إلى دارين على المراكب ووصلوا إلى دارين يشوفهم العلاء بن الحضرم ومن معه هم يرون ليسوا بعيدا خمسة كيلو قريبة فقال بعض من كان حاضرا مع العلاء بن الحضرم رضي الله عنه استغث لنا ربك فإنك مجاب الدعوة فدع الله عز وجل يقول ابن كثير فمشى جيش العلاء على البحر كأنهم يمشون على اليابس وهذه قصة جرى مثلها للمسلمين في فتوحات العراق في أيام سعد بن أبي وقاص صاروا يمشون على نهر دجلة كأنهم يمشون على اليابس كما يقول ابن كثير فلما رأى المسلمون هذا العمر هالهم ورأوا أنها كرامة من الله حتى قال شاعرهم ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل دعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائري فلما قضى العلاء بن الحضرم على المرتدين سار بعد ذلك إلى العراق بأمر أبي بكر كما سيأتي الكلام عليه لأن أبا بكر قال للعلاء بن الحضرم ولخالد بن الوليد الذي كان موجودا في عقربة في نواحي الرياض تقريبا في شمال غرب الرياض في العيينة والجبالة ولعدي بن حاتم الذي كان موجودا في حائل قال توجهوا إلى الأببلة عند البصرة تقريبا في جنوب العراق ومن وصل منكم أولا فهو قائد المسلمين فالعلاء كان أقربهم لأنه في المنطقة الشرقية مسافة قريبة لكن لما خرج من دارين متوجها إلى العراق أدركته الوفاة في مكان اسمه الوفراء أهل الكويت اليوم يسمون الوفراء وهي منطقة حدودية على الحدود مع المملكة العربية السعودية منطقة زراعية وهي اليوم صارت منطقة أيضا سكنية فتوفي في الوفراء وسميت بالوفراء لوفرة مائها وهو مكان قديم معروف في الجاهلية لبني تميم وقبره ليس معروفا اليوم من المرتدين أيضا بن حريفة وكانوا بقيادة مسيلمة الكذاب وقد ادعى النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلا وظنى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من أجل الدنيا فكتب من بسم الله بدون بسم الله فكتب من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله اعلم أني قد أشركت معك في الأمر فلك الحضر ولي الوبر أنت لك الحاضر يا محمد وأنا لي البادية أنت تدعو أهل الحاضر وأنا أدعو أهل البادية قال ولكن قريشا قوم يعتدون فكتب إليه النبي صلى الله عليه وعلا يسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب اعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم أرسل له الجيوش التي أدركته في زمن أبي بكر رضي الله عنه في معركة القصر الشهيرة التي حاصر المسلمون فيها جيش مسيلمة وصارت مقتلة عظيمة قتل فيها جماعة كبيرة من المسلمين والقراء فسميت بمعركة القراء لكثرة من قتل فيها واستشد فيها زيد بن الخطاب رضي الله عنه وما زال قبره معروفا إلى يومنا هذا في منطقة تسمى بلجبيلة شمال غرب مدينة الرياض وتم القضاء فيها على مسيلمة الكذاب وكان مسيلمة الكذاب ادعى زورا بأنه رسول فقال له بعض من كان حاضرا ايتي لنا بآية فجاء إلى بئر لينفخ فيها أو لينفث فيها حتى تزيد ماءها قال ابن كثير فغارت ماءها يعني ذهبت ماءها قال ابن كثير وجاءه أعرابي جلف هكذا يقول ابن كثير قال له يا مسيلمة هذا الذي يأتيك يأتيك في ليل أو في ظلمة يأتيك في ظلمة أو في نهار قال بل في ظلمة قال يا مسيلمة أما إن الذي يأتيك شيطان وليس بملك لكن كاذب ربيعة خير من صادق مضر هكذا جهودا وكبرا يقول أنت الكاذب عندي خير من الصادق محمد اللهم صلي وسلم على رسوله يقول ابن كثير فقاتل معه حتى قتل ومن أشهرهم ممن ارتد أيضا هناك جماعة كثيرة من بن عنس وهناك أيضا جماعة من بني تميم ولعلنا إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل نتكلم عن تفصيل ما جرى لبني تميم وما جرى لمدعية النبوة عندهم سجاح وارتدت بن أسد بقيادة طلح بن خويرد الأسد وارتدت بن عنس في جنوب الجزيرة العربية وكان الأسود العنسي قد ادعى النبوة كما ادعته سجاح ومسيلمة هذه حروب عظيمة قامت للمسلمين في أيام أبي بكر رضي الله عنه لكن قضى عليها كلها قضى عليها كلها حتى آمن الناس جميعا بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله به نراكم على خير في لقاء مقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر